ببساطة خالص ممكن تروح تاخد قرد من البنك بضمان عقار عندك بضمان أصول سبت عندك فتحصل مشكلة اشتريت عقار بالتأسيط على المدى الطويل حصلت مشكلة زي الشركة تسترد حقها زي انت كمان تشوف حقك حاجات كده من في الأمور القانونية ساعات مش بنبقى عارفينها مش بنبقى عايزين بس حد ينور لنا الطريق حتى وإحنا بنقرأ العقد بيني وبين البنك العقد بيني وبين شركة عقار العقد بيني وبين شركة أجهزة أي حاجة أبقى فاهم إيه اللي لي وإيه اللي علي فدي الفقرة يمكن ده الهدف منها تعالوا نعرف أكتر ونفهم أكتر بشرفنا يكون معينا أستاذ أمجد مراد المحامي بالنقد والمحكمة الدستورية العليا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك نورنا أهلا بك يا فاندي إيه حكاية الدين الآجل ويأني لو حرك بس توضح لنا الدين الآجل طيب الدين الآجل هو فيه نوعين من الدين الآجل الدين الآجل اللي هو على المدى بايد وفيه الدين الآجل السريع اللي هو يتمثل في النقدي الدين الآجل النقدي الدين الآجل النقدي ده في حالة إن شخص ما اقترض من البنك أو مؤسسة أو جمعية أو حتى فرض والحالة الشائعة دايماً اللي بنشوفها إن شخص في الظروف الاقتصادية اللي بنمر بيها مع دخول المدارس والجامعات وكلام ده كله فيلتج الشخص إلى قرد من البنك قرد من مؤسسة قرد حتى من فرد فالشخص المقرد عاوز ضمانات لسداد قيمة القرد الضمانات دي حقيقة موجودة في القانون المصري القانون المدني نظم الموضوع ده بشكل قوي جداً بحيث إن الدائن يضمن حقه في سداد المدين لقيمة الأقصاد بتاعته أو قيمة المدينية بتاعته وفي نفس الوقت بيضمن حق المدين إن ما يكونش فيه تعصف من قبل الدائن إن يتغالى في قيمة الفايدة فهنا بتيجي رقابة المحكمة على الموضوعات دي كلها بشكل مبسط هنقول الدين الآجل يتمثل ممكن يكون في إيه شخص ما طلب قرد من أو مشارك تكون شخصاً ممكن تكون مؤسساً ممكن تكون شركة هتاخد قرد من البنك لزيادة المشاط بتاعها الأساس ماري ففي الحالة دي البنك بيطلب منه ضمانات إيه ضمانات اللي عندي النهاردة عشان أنا كشركة أو كفرد عايز أحصل على قرد من البنك بقدم الضمانات بتاعتي سواء عقار سواء سيارة سواء معقولات أو الشيء يساوي أقل من قيمة القيمة الفاعلية اللي أنا هتطلبها من القرد يعني قيمة الأصول السبتة اللي أنا هقدمها ضمان لازم تكون قيمتها أعلى من قيمة القرد اللي أنا هاخده طيب ففي شروط وقود دايما بيبرمها سواء شركات أو البنك للحصول على هذا القرد النصيحة اللي أنا دايما أقولها للناس قبل ما تمضي على عقد القرد اقرى العقد كويس جدا لأن هناك بعض الشركات وبعض الجهات المنحة للقرود تتعصف في منح هذه القرود سواء بفايدة عالية جدا فالنهارده المدين محتاج القرد بس يعني للأسف ما بيهمهوش الشروط المكتوبة وعايز يمضي وخلاص عايز ياخد ثلوس وامشي لكن بتحصل بعد كيه بكرة وبعده المشاكل النهارده المدين قبل ما يجي يفكر ياخد قرد لازم يفكر كواس جدا أنا هسدد القرد دا منين هسدد قيمة القصة بتاعي دا منين القيمة اللي أنا هقدر أسدد دا بتاعت أنا يعني الكلام الحراجي بيقوله دا بالنسبة لأنا ذهب يعني لأن الناس كتيرة للأسف بيتصلوا بينا إيه الحق أنا مش عارف أسدد القرد طب هو مين هيساعدك وانت مش عارف أسدد القرد يعني انت خدت القرد ليه وانت حضرتك ما عندكش استعداد تسدد يقول لك أصلا هتحبس طب ماشي والناس هتعمل لك ايه برضو يعني انت متصور ان مين هيساعدك انت روح تجبت القرد بمزاج مزاجك متصور ان مين هيساعدك عشان انت مزاجك جابك تروح تاخد قرد وانت مش معاك تسدده يعني هذه الاشكالات دايما اللي بنوع فيها الناس عايزة تلحق موقف معين عشان تسدد قيمة الجامعة قيمة أي حاجة يعني بتمضيه بس لكن فيه زي ما قلت لحضرتك ان البنوكسعات أو بعض الجهات المنحة سواء مؤسسات أو جامعيات بتتعصف في قيمة الفايدة فالنهاردة لازم المدين قبل ما يمضي على العقد يقرأ العقد كويس جدا يفهم ايه البنود وايه الاتزامات اللي هتبقى عاطقة عليه عشان يقدر يسدد قيمة القرد شهري تمام أو قيمة القصة بتاع القرد شهري هل هو قادر على قيمة القصة ده هل الفايدة عالية فيه جهات كتير منحة المفترض قبل ما يخطو هذه الخطوة ان يبحث في افضلية الجهات المانحة للقرد من حيث الفايدة من حيث مدة القرد ده على كام سنة القيمة الفاعلية اللي هقدر أسددها في خلال اللقصات بتاعتي هسددها منين هاي المصادر الدخل بتاعتك تديك الحقية أو تديك أو تمنحك أو عندك القدرة انك بالأصول السابت أو الدخل السابت بتاعك هيغطي قيمة القصة ولا لأ لو لقيت الإجابة لأ ما أقدرش ألجأ إلى القرد لان كده في النهاية هوصل للمحكمة يعني أحسبها مفيش حاجة سمع أروح حمده خلاص طب يلا بينا أصلا أنا مزنوق أصلا أنا معرفش إيه وعايز أحل حاجة وقتية بعد كده أنا ممكن تحبسني أو ممكن تعمل لي مشكلة كبيرة جدا بالضبط كده في الإشكالية اللي دايما بنلاقيها النهاردة واحدة عاوزة تشتري عقار فبيلجأ للتمول العقاري ممكن ممكن يلجأ إلى أحد البنوك أو الجهات المانحة أن ياخد قرض أو على أل ممكن الشركة نفسها هي بتبيع الوحدة بالتقصيد بالتقصيد للأسف النهاردة أنا فرحان راح أشتري شق بمضي طب انت شفت الفايدة اللي اللي شركة حطها قدي شفت قيمة القصة بتاعك الشهر يبقى قدي هل انت قادر على سداد هزا القصة طب إيه ده مناطع عدم السداد بس كل ده بيبقى مكتوب في العقاد مكتوب بس الناس محدش بيقرأ أه بس يعني احنا عايزين نقول بس أن أي حد مش هيسدد هيخسر يعني في البنك ممكن توصل للحبس فالشركات هتتسحب بينك الوحدة وتدفع غرامة تدفع غرامة كبيرة يعني معاونا القانون المدني حدد الجزئية دي في العقود وأن القانون مصري هو اللي بيحكم هذه القانون المدني هو اللي بيحكم هذه العلاقة ما بين سواء شركة أو فرد أو شركة أو شركات مع بعض في تنظيم العقود والانتزامات وبتيجي رقابة المحكمة على هذه العقود من ناحية إيه النهاردة الشركة باعتلي شقة بيديني حق أنا كشركة أنا ما قدمتش ضمان لكن بحطي ضمان لنفسي داخل هذه العقود زي ضمان مثلا الاحتفاظ بحق الملكي الحين سددت كامل استمع طبعا في حالة ما سددتش الأصاد بتاعتك أنا من حق كشركة أسحب الوحدة تاني منك صحيح طب هيدا دي كفاية لا مش كفاية بيحط شروط جزائية على المدين في حالة عدم السداد صحيح من حق أسحب الوحدة من حق أطلب الطاوير بتاعي شرط الجزائي وأعيد بحط تاني مرة تاني يبقى في النهاية ماذا الخسران اللي اشترى لأنه هو ما سدد قوي بقى وهو الغلطان لأنه ما سددتش بالضبط بالضبط فالنهار دا لازم أحسبها كويس جدا قبل ما أقدم على إبرام عقد أو توقيع العقد أحسب الدخل بتاعي هل هيغطي قيمة القصة بتاعي ولا لا طب ممكن يكون الظروف الحالية آه قادر أن أنا سدد بس في ضمانات أخرى ممكن تتغير مع الظروف الوضع في البلد المتصدية في نقطة أنا بشوفها بتبقى مهمة في العقود دي اللي هو هل أنا من حقي قبل ما أسدد كامل ثمن الوحدة هل من حقي أقدر أنقل ملكيتها لشخص آخر بمعرفة الشركة بحيث أنه يسدد هو بقية المديونية ولا لا في شركات بتمنع تقول لك لا ما منفعش تنقل الملكة الحد غير بموافقة يعني موافقة من موافقة طبعا عشان هولا لسه ما سددش بتاعي لكن مش من حقك تبيع من غير ما تسدد كامل التمن فده بتبقى صعبة جدا يعني ده يرجع للتفاوض قبل التوقيع للعقد من حق المدين أن أنا أغير في الشروط يعني من حق أتفاوض مع الشركة أن أنا هشتري منها أن أغير باندي من البنود العقد هو ده مش عقد يعتبر أنزل لأ ده الشركة هي اللي كتب العقد ده طبعا فمن حقيقة أنا كمشتري وحدة أنها مدين بالدين الآجل أن أنا أغير في بعض البنود اللي شايفها مكحفة بالنسبة للي مش هقدر عليها صحيح فهي بقى في مرونة أو ده اللي بنسميه التوازن ما بين الدائن والمدين التوازن في العملية الشراء والبيع النهاردة أنا قادر طب بكرة وبعد السنة الجاية الظروف الاقتصادية في البلد غيرت هل أنا قادر أو حصل لي ظرف ما قادر أسدد لا طب هتطرر أختارد مرة أخرى من أحد البنوك أو من أحد المؤسسات عشان أسدد القرد أنا بزود أعباء مالية أخرى على المدين مش هيقدر لا يسدد ده ولا هيسدد ده صحيح فالنهاردة المفترض يكون فيه أمور محسومة من حيث التفكير قبل التوقيع أو أخذ القرد أو التوقيع على عقد القرد عندي ضمانات أو أصول في حالة الظروف الطرقة أقدر أغطي بيها الأقصاد بتاعتي عشان خاطر على أقل أحتفظ بالسجل الاقتماني في البنك أي يعني بيؤثر سلبيا في عدم السدد بيؤثر سلبيا في البنوك الشكات المرتدة وكده بتعمل مشكلة في الـ في البنك بعد كده أقول له أنا عايز قرد طب عايز أفتح معرفش طب عايز دفتر الشكات يقول له لا تعمل لنا مشاكل في كل حيث الزبط كده فهذه بتعمله أزماته دائما فخصوصا لو كانت شركة هي هتقترض لتوسيع مثلا مشروع استثماري فبيلجأ طبعا كل الشركات بتلجأ إلى البنوك لتأخذ قرد استثماري بس بيكون في عندها أصول سبتة بتكون ضمان للبنك أي في حالة عدم السدد من حق البنك أنه يحجز على هذه الأموال أو على هذه الأصول السبتة وبيحب المزاد العين للاستفاع المستحقات صحيح فدي ضمانات بالنسبة للجهة المانحة للقرد أو ضمانات بالنسبة للمدين تمام أنا سازنك معانا تليفون معانا مين ماذا مع ففا أهلا بيكي أهلا بيكي كانوا أخذ قرد على ضمان الشركة الشركة فصلته فاتكسر عليه أشهر للقرد فرفع عليه قضية فإحنا عايزين نعمل جدولة للمبلغ والبنك مش راضي يعمل لنا جدولة هو يعني كان سدد جزء من القرد وبيع سد ديامة منه بالوقتي جابوا عليه المبلغ كله ومش عايزين يعمل لنا جدولة للمبلغ طيب وقالنا ياخدوا أي ضمانات تاني جديدة وكده مش عايزين يعمل لنا أي جدولة لي هم هم عايزين بقيت المبلغ كله على بعضه عايزين المبلغ كله على بعضه هو عاعد فترة قد ما يسددش عاعد حوالي ست شهور سبع شهور كده عشان كان عيانت كمان كان تعبان طيب شكرا لحمد شكرا البنوك دايما بتتسهل في موضوع القروض المتأخرة أو الأقصات المتأخرة بتحاول تدي مرة واثنين وإنظار مرة والتانية بس المشكلة أني أنا ما معيش دلوقتي أسدد يا إما عندي حل أن أنا روح أقترض من الجهة أخرى عشان سدد القردة فأزودت أعباء مالية علي أو يا إما الحل البديل أن أنا أتفاوض مع البنك ما هو لازم يكون في علاقة بين الدائن والمدين علاقة طيبة النهاردة البنك ليه فلوس وأنا عليها فلوس وأنا مش قادر أروح أتفاوض مع البنك البنك مش هيقوله لأ نعيد جدولة المبلغ مرة أخرى نطول مدة إما ده معفاف بتقول البنك قاله لأ لأ هيكون في تفاوض هي معظم البنوك بيبقى بيبقى الشؤون القانونية بتاعت البنك في تفاوض البنك مش من مصلحته أنه هو هيحبس الرجل اللي عليه فلوس لكنه هو عايز في الأخير هو عايز فلوس وخلاص ففي النهاية الدين هيتسد ممكن يزود فوايد أخرى بالبنك بحيث أن يطول مدة يعادل جدولة المبلغ ويطول المدة الزمنية اللي سداد المبلغ المتأخرة ويعادل جدولتها مرة أخرى بحيث أنه يبقى فيه سهولة في سداد المبلغ وأنا هقول لأ حرارة بصراحة اللي بيحصل وأوقات إحنا كأفراد اللي بنبقى غلطانين مش المؤسسات بمعنى أني البنكة طبعا مع أول شهر بيتكسر بيبتدي يتصل يعني فيتصل شهر والتاني والتالت فعلا لو مثلا علي ألفين جنيه وقولت له طبعا أنا هدفع ألف وروحت دفعت ألف حطيت ألف في الحساب فهيسحب الألف جنيه على طول أهو اسمي بعمل أي حركة اسمي بعمل أي حاجة فالبنك يحس أن أنا بكتهد أن أنا أدفع أي حاجة لكن فكرة أن أنا عدسانة مثلا ما أدفعش ده أنا بقوله يعني اللي عندك أعمله فأنا بقول بس يعني الأمور ما بتجيش من البنك مرة واحدة بروح رفع قضيات لا البنك بياخد الإجراء القانوني ده يعتبر بنسميه إحنا آخر مرحلة بعد التفاوضات وإنزارات وحد من المناديب التحصيل اللي تتابع للبنوك بيروح لبيت ويحاول جدول ما طبع يدفع الجزء طبع يدفع شهر طبع يدفع شهرين التاني هو بيتعصف عدم السداد البنك في النهاية دي أمواله فلازم يرفع هيلتج إلى القضاء وده آخر حل يعتبر الوضع يعني إنه هو استنفس كل الطرق الودية مع المدين في سداد القرض فمعليش أنا بعيد وزيد في الجزء دي تاني أنا آسف بس ممكن تكون من كتر الحاجات اللي احنا بنشوفها والمشاكل اللي بتعامل معي بشكل يومي مع الناس يعني اللي هي فكرة أصلا أنا روح تجوز البنت خدت القرض وقلت اللي يحصل يحصل وما سددتش أصلا أنا سددت شهرين وما قدرتش يسدد أصلا أنا مش عارف إيه فحرك يعني قلنا مخاطر إن أنا مش هسدد طيب المخاطر بتنقسم إلى قدة أنواع لو هو في تعاقد عقد مكتوب فده يخضع للقانون المدني وقانون المدني هو اللي بينظم العلاقة دي ودي هنا تيجي بتدور المحاكم في حماية حقوق الدائن والمدين بتبحث في العقد نفسه هل مدى شرائية هذا العقد هل الفوائد الجهة المانحة للقرض هل هي فوائد قانونية من حق المحكمة أنها تحكم لصالح الدائن أنها تحجز على هذه الأموال وبيحها بالمزاد لعلن الاستفاد مستحقتها وده بنستفاد منه أنه يكون فيه استقرار مالي واختصادي ما بين الدائن والمدين الدائن عاوز يطلع أموال بيستثمرها والمدين عاوز يخلص مصالحه فاللي يربطهم بينهم من بعض إيه؟ علاقة تعاقدية فنتيجة المحكمة هي الرقابة على هذا العقد طب هل المحكمة المجرد أنها حكمت أن تبيع الأصول أو بيع الضمانات لصالح الدائن في استفاق مستحقاته؟ لا مش بس كده ده ممكن المحكمة توصل معها أنها لو ليه أموال سابتة مثلا في البنوك أو ليه أموال أخرى تحجز عليها المحكمة تؤمر بالحجز وعدم التصرف في هذه الممتلكات وبيعها لصالح المدين صالح الدائن طيب في بعض الأمور توصل للحبس هتحبس المدين لعدم سداد مش لقيا حاجة مش لقيا أموال في البنوك مش لقيا أصول تقدر تبيعها فبتتجئ إلى إصدار حكم بالحبس طيب هنقول حاجة برضو مهمة جدا في سرية سرية جدا في بعض الأشخاص يلتجئ أنا جاي لحضرتك حضرتك زوج خدرة مالية كويسة فأنا بقول لحضرتك إديني بس عشر تلاف جنيه ماشي بهم أموري دي مش جهة مانحة هي صحيح فبيلتجئ بقى والأخطاء اللي دايما تقع فيها هنا بقى تقول طب إيه الضمانات اللي حضرتك هتدهاني أنا معيش ضمانات طب اكتب لي إصال أمانة أيها غلط إصال الأمانة ده يعني ما لهوش علاقة خالص بقيمة القارض أو بفكرة القارض أو بفكرة الدين الآجل وإصال الأمانة هو أن حضرتك بتديني جزء من المال بمجاب هذا الإصال لتوصيله إلى آخر مش هحتفظ بالنفسي طب ده فيه ناس يا ما اشترى التلاجات وغسالات وبوتجاز واشترى الجهاز بتاع البنت الكم بطنية ومش هفيه اشتراها بغسالة أمانة أنا هتكلم في حديث القانون العرف اشتغل على هذا الوضع والناس كلها شغالة في الجزئية دي ولكن ممكن يصل أن المدين الدائن ما يقدرش ياخد حقه لأن إصال الأمانة أو اللي تكتب ده ما قدرت أثبت أن الإصال الأمانة اللي أنا خدته أو اللي أنا كتبته ده أنا كمدين أخدت الإصال الأمانة ده مش على سبيل اللي أنا ما خدتهوش نقدي هنا انتفاق ركن التسليم في إصال الأمانة يدي المتام براءة فإذا أنا ضيعت حق الدائن ما قدرش ياخد مستحقاته حتى لو معاه إصال الأمانة لأنني قدرت أثبت للمحكمة أن الإصال ده ما كانش دين نقضي استلمته عشان أوصله الآخر بالعكس ده كان نظير السلعة معينة فده لو هنكلم في حديث القانون الإصالات الأمانة في الجزئية دي ممكن ياخد فيها براءة فإذا الدائن ما قدرش ياخد مستحقاته أستأذنك معي بس تليفون لحدك أستاذة ماريا معهلا بيك صباح الخير أستاذ الحياة صباح الفل الحمد لله على السلامة وأنا مخصصة أني بشوف حضرتك ربنا خليك معلش ممكن أسأل سؤال أتفضلي سؤال بس في عندي شقة مقفولة مقفولة خالص بقالها كام سنة وفيه اتحاد الملكينيك في المكان نفسه بيقولوا طبعا متفعلة مع الجروب بتاحهم تدبين بيقولوا 800 للمقيم و600 لغير المقيم وإلا هنقوم محامي على الناس اللي ما بتدفعش هل في فيها ضرر أني أنا ما دفعتش مثلا ليه سنة سنتين دفعتش سيانة شهرية طب الغير المقيم ده أنا ما بستهلكش حاجة لا أسانسير ولا مية ولا كهرباء ولا أي حاجة هل دي فيها ضرر ليه أنا مثلا كأبو محامي يستحوزوا على المشقة على أي حاجة أنا بس بستهلك طب شكرا وصلت وصلت هنا هنفرق بين حالتين هل اتحاد الشاغلين ده مسجل وليه رئيس اتحاد الملك ليه صفة قانونية بالفعل ولا العقار بينهما بين بعض كده شكل ودي شكل ودي لو بشكل ودي مش هيقدر يقاضيني لأنه ملهوش صفة قانونية في حالة أن فيه اتحاد شاغلين بالفعل وفيه رئيس اتحاد شاغلين فهو ليه صفة قانونية اللي حتى لو الشعقة فعلا مغلقة من حق أي مديونية عليها أو أي مستحقات في صيانة هزع العقار فتعتبر ضمن اللائحة الخاصة بالتحاد الشاغلين فيفضل لو العقار ده فعلا فيه ليحة أو مشكل بشكل قانوني التحاد شاغلين لا يفضل طبعا سداد المبالغ المتأخرة عشان من حق وبصفة قانونية أنه يرجع لحضرتك ممكن أقول لحركة زود حتة صغيرة معلش أناسف ولو بشكل ودي حضرتك المفروض تدفعي ما فيش حاجة اسمها أنا قفلة الشقة وما بستهلكش الأسانصير أنت مش بتفع عشان بتستهلك الأسانصير ومستهلكش بتفعي عشان دي حاجة إحنا عملناها كلنا مع بعض فلازم ندفع مع بعض عشان العقار يفضل كويس لكن إحنا لو ما دفعناش العقار مش هيفضل كويس كنا حركة موجودة بره البلد أو مش موجودة لا لازم على حضرتك تدفعي حتى لو بشكل ودي ومش بشكل قانوني معي؟ طبعا تمام صحيح كده فيه ناس كتيرة جدا بنلاقي سكان يقولك إيه أنا مش ساكن ده أنا راكن أنا صنع سايب الشقة لبني يعني ليه أنا ندفع كساكن أكتر منك يعني ما تقتف إنه هي دي لصيانة العقار نفسه دي لصيانة العقار معنى لو الأسانصير ده ما تم مش سيانته بشكل كويس لما ابنك يجي تجوز مش هيلقي أسانصير أصلا بتستهلك الأموال دي برضو بتصرف في صيانة العقار من ناحية الصرف الصحي والمواسير صيانة العقار نفسه فهو الحفاظ على صيانة العقار دي مهمة جدا فالأموال دي كلها ودايما الاتحاد الشغلي سواء مستأجرين أو ملاك بيعملوا الاتحاد الشغلين بالفعل ويسجلوه في الحي عشان يبقى فيه شكل قانوني في حالة عدم سداد أي ساكن من السكان المبلغ من حقه بصفته القانونية إنه يقاضيه ويتحصل على الأموال الخاصة بالوحدة دي يسداد للعقار نفسه صيانة العقار تمام حرك بتنصحنا بإذا كان حد النهاردة بيشوفنا وعليه قصات متأخرة من قرد وللأسف أنا شفت أكتر من حالة بتتشبه في حاجة غريبة جدا وكانت أول مرة أشوفها يعني يجي مسافر يروح واخد قرد تمام تمام أنت مسافر يعني ليه مش راجع البلد تأني يقول لك ما راجع كمان خمس ست سنين يكون مش عارف إيه حصل وإيه راح وإيه جرى فلو حد عمل كده وحد عليه قرد سواء مسافر ولا مش مسافر إزاي تصرف هنا لازم ننبه أو الجهة المانحة ما تفرحش أن أنا بطلع فلوسه خلاص لازم بتبحث هي كل البنوك بتفرح لما بطلع فلوسه خلاص وما يبحثوش قوي ما هو ده ده خطأ اعترض النهاردة أنا جاي أخد قرد البنك أو الجهة المانحة للقرد بتبحث حالتي الاجتماعية ظروف الاجتماعية هقدر أسدد ولا لأ ما هو ده هيعود في النهاية للبنك أو الجهة المانحة بفوائد يعني بمكسب طب النهاردة أنت لو طلعت قرد ما هدي خسارة على البنك النهاردة أنا كمدين لو عملت أن أنا خدت قرد وسافرت ببرا البلد طب ما هيظهر علي أحكام ومجرد ما أدخل مصر هتلاقيهم اللي بتعطي تنفيذ الأحكام متظريني في المطار يبقى أنا بحمل على نفسي مشكلة كبيرة جدا فيما بعد حتى أنت لو فاضي قلت سنتين تلاتين ممكن الظروف تتغير ما هو قريدي البنك لو ما لأكش مع حضرتك فهيبقى فيه ترقب وصول بعد كده يعني فيه منع من الصفر وفيه ترقب وصول ده أموال بنوك مهما طال الوقت برضو هيرجع وهيلاقي فيه دين علي أنا بشكر حضرتك جدا نورتنا أستاذ أمجاد مرادر محمي بنقد والمحكمة الدستورية العليا نورتنا جدا بشكرك على كل المعلومات الحلوة والقيمة وبتمنى الناس تعمل بيها ونفس عيد وزيد بقول لو أنت مش هتسدد قرد ما تغدوش لو أنت مش هتسدد قرد ومش قادر واحتمال ما تقدرش ما تاخدش قرد لسه معاكم ونخرج لفاصل ونرجع نتكلم بقى على الأغذية الغير صحية لأطفالنا وتأثيرها عامل زق عيالنا اللي بقوا يحبوا الأكل اللي ملوش لازمة كل ما هو مش مفيد بقوا بيحبوه بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة